موسيقى 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 إلغاء التعاقد وانتقلنا إلى مرحلة أخرى ديال التوظيف العمومي الجهوي هنا كنت نسيقية الوطنية كنقوله بأن التعاقد لا زال ساريا من ناحية المضمون وبأن الوزير ولا رئيس الحكومة ولا غيرهم تصريحات كلها كانت تتحدث على إلغاء مصطلح التعاقد من المفهوم وهنا النقاش ديال المفاهيم فقط وبتالي المضمون لا زال ساريا وغيرتبين حتى من خلال الطلاع ديال رأي العام على النظام الأساسي بالتعديلات الجديدة الوزير أمزازي الذي يقول بأن الأساسي الذين فرض عليهم تعاقد أنهم نفس الحقوق التي كان عند الأساسي المضمين إذا رجعنا النظام الأساسي الموظفي الأكاديميات وقالنا بقانون وظيفة عمومية سنجد أن هناك مجموعة من الاختلافات بدءا من الحركة الوطنية للأساسي لنفرض عليهم تعاقد محرومين من الحركة الوطنية سواء المشروطة أو غير المشروطة في حين أن الأساسي المضم هو عنده الحق في الحركة الوطنية وهي حركة اختيارية نجد كذلك في التعويض عن الوفاة أن الأساسي المضم في حالة إلى توفى أثناء قيمه بعمله حسب القانون الوظيفة العمومية فهو من حقه أنه يستفد من التعويضات في حين أننا كأساسي دانفر لدينا التعاقد كانت لدينا جوش حالات من الوفاة كانت لدينا حالة وفاة أساسي في البرنوصي أثناء مزاورة عمله وستفد من حتى شيء تعويض وكانت لدينا حالة أستاذ توفية كذلك في التطوان يعني وطالبته الأكاديمية بإرجاع مبلغ تلتلاف درهم بمعنى أنه معنى أنه نفس الحقوق ونفس الواجبات كس على ذلك أن الأستاذ المضم عنده منصب مالي بمعنى أن المنصب المالي سعوكين في الوزارة وبالتالي فهو دخل قارب بالنسبة له في حين أن الأساسي دانفر لدينا التعاقد عندهم فقط اعتمادات مالية اللي ممكن أن نقوله أن في حالة رفعة الدولة الدعم ديلها على المؤسسات العمومية اللي هي الأكاديميات غادي نتعله حول يعني كتلة أجور واشغيتم تقريس ديلها أولا لا خاصة أننا كنشهدوا اليوم أن أكاديمية العيون سقية الحمرة ما قداش أنها حتى تخلص فواتير الكهرباء وعليه إحنا كنقوله معنى نفس الحقوق وفي حين أننا نفس الواجبات وأكثر اليوم في صدات تنظيم يعني اندواء إعلامية تنوير الرئيس حول يعني مستجدات ملف الأساتد الذي نفرض على المتعاقد وحول يعني الواقع دياله الملف وآفاق المرحلة وماذا يعني وحاليا ما هي يعني الخطوات التي تعكف على التنسيقية يعني عليها لأجل يعني تبلغ يعني الصوت ديالها اللي هو الصوت في نهاية الأمر ديال صوت مسؤول أكيد لكل تابع أن التنسيقية الوطنية شارعت مجموعة ديال اللقاءات التواصلية مع هيئات طربوية حقوقية نقابية سياسية وكذلك مع مجموعة من الفعاليات المدنية من قبيل مؤسسة الشارية داتبوع الطربوي ومن قبيل يعني فراق برلمانية يعني تنتمي للأغلبية والمعارضة الهدف في نهاية الأمر من هذه اللقاءات التواصلية يعني هو التعاقد اللي كنادرنا في الأول مع معادتنا كتنسيقية ومع يعني مع الشركاء اللي كي نظلم مع المدنية هو أن ملف إسقاط التعاقد هو ملف للشعب المغربي ككل قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر